اشتركوا في القناة 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 اضيف القليل أضيف دعونه تمامون جيداً تضيف الأولى هنا نحن نضيف في الزيت و تقدروا تعملنا تنقل الهضر بالكهراباء إذا حبتو هنا نضيف سمسيك يمكنك في الأسفل من صفحة و سوف تنتظر و سوف تضيف و سوف تنقل و سوف تنقل الهاليب هنا نضيف السمسيك و سوف تنقل و سوف تنقل الهضر و سوف تنقل الهاليب الزكري حانديف في الفارين أو لدقيق الابيض مع الخميرا الكيميائية اضعوا 1 verre de فارين 1 كيلره كافيه ده پودره باته أو دولهور شيميك سيكيوالون دهوية غرام أو دهن باكت فرن تايرا نسخنتو مسبقا على 180 درجة فرنهايت ولا 350 سلسيس هنا عندي المول اللي قطر تاعو 30 سنتيم على 25 سنتيمتر دهن توب شوية الزكتاليه الفارينة دوكاري حاندير الخالي تاي من فور جلحة ديجا تحفة a 180 degrés FF أو 350 C J'ai pris ici un moule qui va au four dont le diamètre est 35 sur 25 cm pardon 30 sur 25 cm je l'ai badéjauné avec un peu de margarine et saupoudré avec de la farine maintenant je vais verser mon mélange دوكاريحة ندخلو الطيب انا اختالي 15 دقيقة من الطياب يعني كل واحد والفرن تاعو غير على السوح وكيد دخلو العود الشيواء ولا السكين يخرجوكم مناشف دونك الكيكا تاعكم تكون واجدة كما طابت الكيكا رح نتقبها بعود تاع الشيواء ونسقيها بالسيرو سبق لي حضرت معاكم عدة مرات الوصفة تاع السيرو رح نحطيها لكم على السريع باش ما يجيش الفيديو الطويل درت كأس من السكر جوج كيسان من الماء وعاصر تاع الليمون درتهم في كاسورونا غير يبدأ يغلي تحسبو له 15 دقيقة وطفو عليه والسيرو تحكم لازم يكون بارد دوك رح نشرب الكيكا تاعي يعني كل واحد كيفاش يحب الكيكا ده تحبوها مشربها بزاف شربوها بمعاكا السيرو اللي رح نتحضروه ديرو نصف الكمية تاعو بعد كيسان من كيك سا ما بخي 15 منت كيسان جوهي لبيكيه اميديات منه ومشارك 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 ديكوهي كم مشارك ومشارك من الماء تحكم مجال مع مغرفة من الماء يريدون أن تكون قد أربع مغارف كبر من السكر و السكر يبقى حساب الدوكت قدروا تديرو أكثر ولأقدر هنا راح ندير جعل المكوينات فيما بعد و نمزجهم جيدة قبل من ديرهم فوق النهاية موسيقى جس كس كما كرم سبسيس هنا درت الكاثرون التاعي على نار متوسطة رحن كمبل نخلط حتى تعقدلي الكريمة التاعي نحن ديرها مباشارة تنفوق الكيكة التاعي ونسويلها لسفاس تاحا بيش دي بشكل متجانس كما تنفقى رحن كريمة التاعي ونحن تحضير كريمة التاعي اشتركوا في القناة نستعمل نصف العلبة يعني 20 غرام نحتاج كذلك جوج مغرف كبار من السكر ومغرف كبيرة من النشاء ولا الميزينة لك رايح ندير قاع المكونات فيما بعد داخل الكاثرونة ونخلطهم جيدا قبل ما نديرهم فوق النار خوازيام كوش نستعمل 1.5 جو تيترون 1.5 جو تيترون فلاني كذلك 20 غ 1.5 جو تيترون ومزينة 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 جميع الملائم جميع الملائم أنتبه ومزينة بالنسبة لك من الملائم الاسترار أوضع لك اضاف إلى خوازيانة والتعالي جيدة لا يوجد الفئر ذهب من الملائم الردي الأصفر وهو اختير اشتركوا في القناة لذلك نستمر في التحريك حتى نحصلوا على خالت لجي تقيل كي مالكو تشوفوا اشتركوا في القناة ونحن نستمر في التحريك اشتركوا في القناة ونحصلوا على التحريك ساعدتها مباشرة فوق الطبقة الثانية سوف نعملها في الاسفة كما درت مع الطبقة الثالثة بشكل متجانس ومتساوي سوف نحصلها تبرد على جانب ثم سوف ندخلها للتلاجة بالنسبة لهذا التحلية تقدروا تخلوها من ربع ساعات وما فوق هنا بعد ما خرجتها من التلاجة راهي شدة تفروحها دوكا رايح انقطعها ونزينها بالكريمة تاع الشانطية وكالكو مخصود شوكولا وتزين يبقى بطبيعة الحال اختياري نتمنى انو الوصفة نالت اعجابكم ورحين تجربوها وتنجحو فيها وصفة جدا رائعة خاصة لعشاق تاع الليمون تاع دوق الليمون احا تعجبكم بزاف ما تنساوش تخليوا اعجاب وتعليق مشاجع كما العادة ونقلكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات وفيديوهات جديدة سلام جي لسي من ديسر تيدي avant ديسر ومتره في رفريجيراتر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة